عجيب هذا النص أعزائي في صحيح البخاري وأنا بيودي أن الأعزاء إذا فهموا هذا الحديث فليشرحوه لي فليشرحوه لي واقعا ماذا يريد أن يقول؟ بل وهو في الجامعة الصحيح يعني في صحيح البخاري الجزء الثالث الجزء الثالث أعزائي نعم في أي صفحة صفحة أسأل أقول كتاب صفحة 779 نعم صفحة 779 كتاب التفسير الباب رقم 114 سورة قل أعوذ برب الناس أقرأ لكم الرواية الرواية عن زر بن حبيش 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 قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك بن مسعود يقول كذا وكذا أي لغة جديدة ماذا قال ابن مسعود؟ حسن قد تقول لماذا لا بد أن نعرف؟ لأنه أبي يقول ذهبت ورسألت رسول الله عن ذلك هو يسأل عن ماذا؟ عن كذا وكذا عن كذا وكذا يمكن أن يقول هل هذا جملة مفيدة؟ كلام مفيد؟ ولذا من هنا دعوة أعزائي كلما ورد فلان في هذا الصحيح كلما ورد كذا وكذا كلما وجدتم أن هناك إبهام أو أن الجمل غير مترابطة اعلموا أن هناك حذفا وتلاعبا من إمام الأئمة عندهم وهو البخاري هذه حقيقة التفتوا إليها بشكل واضح قال يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله سأله عن ماذا؟ عن كذا وكذا سأله عن كذا وكذا بينكم وبين الله هذا حديث يذكر في أصح كتاب بعد كتاب الله سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي من قال؟ رسول الله نعم قال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله هذه طلاسة في الواقع حذور أبي وقال من يستطيع أن يحل هذه الرواية ما هو الكذا وكذا وماذا سئل رسول الله وقيل وقلت وقال وماذا قال وماذا قيل له وماذا قال حتى يقول السائل فنحن نقول كما قال ماذا كما قال رسول الله خائمنا الغاز النحوي بينكم وبين الله أليست هذه مهزلة في أصح كتاب بعد كتاب الله واقعا استخف قومه فأطاعوه فأطاعوه استخف هؤلاء الناس المسلمين استطاعوا أن يستخفوهم فتصوروا أن هذا الكتاب أصح كتاب ماذا بعد كتاب الله لا يفكرون واقعا انظروا يمشي قال يا أبا سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله يعني عن ماذا سألته عن كذا وكذا فقال لي يعني رسول الله قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله هسه قد يقول قائل سيدنا في النتيجة كيف سألت هذا الحديث هاي الطلسم كيف تحله الجواب أم مولانا حله موجود عند أحد الشيوخ البخاري وهو الإمام الحميدي مولانا نعم مسند الإمام الحميدي المتوفى مائتين وتسعة عشر من الهجرة والبخاري متوفى مائتين وستة وخمسين من الهجرة فهو أحد شيوخ البخاري مسند الإمام الحميدي تحقيق حسين سليم أسد الداراني دار المأمون للتراث المجلد الأول صفحة ثلاثمائة وسبعة وستين الرواية هذه أعزاني نفسها يقول أنهما سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب سألت أبي بن كعب عن المعوذتين طيب إذن كذا وكذا مراجن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكوهما من المصحف يعني يحذفوهما من المصحف هذه كذا وكذا يعني المعوذتين يعني ليستها من المصحف قال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله ماذا قال قال قيل لي يعني الله أن وحي أوحى إلي أن هذه ماذا من القرآن قيل لي قلت قل قيل لي قل فقلت يعني قل أعوذ بي رب الفلا قل أعوذ أحسنتم جزاك الله مو بيدي مو أنا الذي أنشأت مو تعويذ مني هذه ممن أمر من الله أمر من الله قيل لي قل فقلت فنحن نقول هذا الذي قال فنحن نقول كما قال رسول الله نقول قل أعوذ بي رب الفلا إلى آخر الرواية واضحة الدلالة معلومة إلى آخر طبعا يكون في علم الأعزة الكرام حتى لا يستدركون الوقت أعزة أيضا في مسند الإمام أحمد الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث في المجلد الخامس والثلاثين مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنقوط في المجلد خمسة وثلاثين عبارته واضحة في هذا المجال أيضا يشير إلى هذه صفحة مئة وثمانطعش مولانة الرواية قال سألنا عنهما رسول الله قال قيل لي فقلت الرواية قلت لأبي إن أخاك يحكوهما من المصحف نعم يحكوهما يعني ماذا مو كذا وكذا يحكو يعني المعوذتين ماذا من المصحف إلى أبي يرفعوهما يقول ليسا من المصحف نعم